يا كل اللي بتفرجوا علينا النهاردة سواء كان الابتلاء في صحتك في أسرتك في مالك في أولادك في زوجتك في زوجك لازم يا جماعة يكون عندنا يقين بقلوبنا مع الأخذ بالأسباب حضرتك قلت في البداية رسالة جميلة جدا هو ربنا سبحانه وتعالى بيعوض على الإنسان إزاي لما الإنسان بيستقبل أقدار ربنا بإيه العلماء يا سيزة إيمان يقولوا استقبال الأقدار على أربعة أنواع فيه ناس بتستقبل أقدار ربنا بالرضا فيه ناس بتستقبل أقدار ربنا بالشكر فيه ناس بتستقبل أقدار ربنا بالصبر فيه ناس بتستقبل أقدار ربنا بالسخط والعياذ بالله تبارك وتعالى لا السخط مفهومة بس عرف لي بقى الفرق بين الشكر والرضا والصبر أنا بحس إنهم التلاتة حاجة واحدة يعني لا كل واحدة لفل أول حاجة هي الرضا تصوري أول ما الخبر ولا البلوة ولا المصيبة بتجي للإنسان ساعتها كده بيرضى ولا بيجزع ولا بيجي له تشك في قلبه كده إحنا بشروا بنا أدمين بنزعل والله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم ولمحزنون ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله فأي بالوة وأي مصيبة مش الموت بس إنا لله وإنا إليه راجعون يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدس الجميل إيه بقى يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم ربنا بيخطبنا يقول لك ما لكش رب ولا إله في الكون إلا الله الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم فيقول لك بقى من رضي بقضائي وصبر على بلائي وقنع بعطائي وشكرني على نعمائي أبعثه يوم القيامة صديقا وأدخله الجنة مع الصديقين ده ليه في العالي أوي ليه لأن الريسيفر بتاع حياته استقبل ابتلاقات وأقدر ربنا سبحانه وتعالى بالرضى وده نروح كده ناخد خيط ونروح لزيدنا بل ده حط كل حاجة ده رضى وصبر وشكر طبعا لا هقول لك من عايزيك تعلمني الثلاثة لفل بس هقول حاجة في الرضى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان بيزور المقابر فوجد مرأة عجوز تبكي على وليد الله وصبير المات فقال لها يا أمتي الله اتقي الله واصبيري ونعمل لينك وربط بين الرضى وبين الصبر أول ما بيجي لك الخبر بترضى وبعد كده هتعيش بقى في رحلة اسمها رحلة إن الله مع الصابرين رحلة الصبر الجميلة فالنبي قال لها اتقي الله واصبيري قايت له إليك عني يعني روح بعيد عني فإنك لم تصب بمصيبتي انت تعرف يا سيدي البلوة ولا المشكلة ولا الحاجة الصعبة اللي أنا عايشة فيها إيه ولم تكن تعرفه صلى الله عليه وسلم ولكن سيدنا النبي يساب لها كابسولة حلوة بقولها لشبابنا والكل بتفرجوا علينا النهاردة النبي قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى نعم أول ما بتحصل المصيبة الإنسان بيستقبلها بالرضى وبعد كده بينوي يقول يا رب أنا عايش بالصبر ولكن هنروح لرقم ثلاثة اللي هي الشكر هو أنا يا شيخ يا ربنا هيبتليني وهع في مشاكل وهوصب بمرض أو واحد ذاته بتلف زوجها أو واحد يبتلف امراته أو واحد يبتلف أولاده أو يبتلف فلوسه وبتقول لي أنت أشكر ربنا أيوة ده مش كلامي لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن يتحجب إن أمره كله له خير كله خير زي ما احنا دايما نقول إيه كل اللي بيجيبه ربنا كويس بالبلد كده تمام بس عايزين الناس تعيشها بقلوبها يا أستاذ إيمان لأن الناس بقى بتاخد بعض الكلمات كمسكن يعني كان واحد بياخد كده حاجة تسكنه عشان يهدى شوية لا أخذ مسكن من أقدر ربنا سبحانه وتعالى ومن رسائله ولكن حاول تعيش المعنى لربنا سبحانه وتعالى الهن على السنس إن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهواء فالعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير في كل الإبتلاءات وكل المصائب وكل حاجات اللي بتزعلني وكل حاجات اللي بتخليني مهموم مميد دايق ومخنوق مش عارفة تصرف إزاي إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لا يبقى الأول لما تجيلي ضر ولا مشكلة أحاول آه الصبر مر مذاقه صعب قوي لكن وإحنا بنتكلم عن عوض ربنا النهاردة لكن عواقبه أحلى من العسل ترجمة نانسي قنقر